من المخجل أنهم نقلوا هذه الأسماء جيدالبيس لهذه الكتيبة النازية التي شاركت في قتل الأسرة وفي تشخصفاكيا وإيطاليا والآن هناك شهر للأوسمة التي يحملونها التي كانت تستخدم في فترة الحرب الألمانية النازية والنازيون الجدد لا يخفون بأنهم يرثون أولئك الأناس من النازيين في ألمانيا وكأنه لا أحد يلاحظ هذا الأمر ولأنهم ويسفني أن أقول ذلك أنهم يبصقون على من يرغب أن يصحف هذا الأمر وهم حاربوا ضد دولتنا واستخدموا كل الإمكانيات واستخدموا الإرهاب والنازيون ضدنا حتى الشياطين لكي ينفذوا إرادتهم لكي أسلحة ضد روسيا وهذا المشروع ضد روسيا في بناء بؤر لعدم الاستقرار بالقرب من حدودنا وفي الثلاثينات من القرن الماضي والآن نفس الشيء وهو هدفه تحويل العداء باتجاه الشرق وإشعال حرب في أوروبا بأيدي غريبة والتخلص من منافسيهم والشعب الأوكراني بات أسيرا ورهينة للنظام في أوكرانيا ولأصحابه وملاكه الذين احتلوا هذا البلد ولعقود كانوا قد دمروا الصناعة في أوكرانيا والثروات الباطنية فيها سرقوها وقد انهار الوضع ووصل إلى مستوى كبير من الانهيار ويستخدمون الناس كأدوات للعمليات العسكرية وفي الختام حولوهم إلى مواد للاستهلاك من المؤسف وهذا الأمر واقعي وإن نمو الضحايا وعدد الضحايا كل هذه المسؤولية تقع على الدول الغربية والشعب الأوكراني بالنسبة لهم غريب النظام الحالي لا يخدم المصالح الوطنية وإنما مصالح الدول الثالثة الغرب يستخدم أوكرانيا كواجهة لمواجهة روسيا وميدان لمواجهة روسيا والغرب يحاول أن يكسر العمليات العسكرية بضخ الأسحة ونحن نعرف هذا الأمر ولكن الأمر الأساسي يجب أن يعرفه الجميع أنه كلما زاد مدى الأسلحة التي ستصل إلى أوكرانيا كلما كنا مضطرون أن نبعد هذا التهديد عن حدودنا وهذا أمر طبيعي أن نبعد أن نبعد الغربية لا تخفي رغبتها كما يقولون مباشرة الهزيمة الاستراتيجية بنسبة لروسيا هذا ماذا يعني بنسبة لتدمير روسيا فهم يريدون تحويل هذا السراع إلى حالة حرب عالمية أو مواجهة عالمية فنحن ندرك كل هذا بهذا الطريق وبهذا الطريق سوف نرد على كل هذا في هذا الظرف يدور الحديث عن وجود دولتنا فهم يعتبرون أن هزيمة روسيا على حلبة السراع من المستحيل فطبعا تدور حمالات إعلامية عدوانية عبر الشباب مثلا عبر الأجيال الجديدة فهم يكذبون دائما ويقوموا بتحريف الحقاق التاريخية ويهجمون على الكنيثة الوتودوكسية روسية وغيرها من المؤسسات دولة روسية فانظروا إلى تصرفاتهم في دولهم إذا ما تحدثنا عن القيم العائلية والشباب والأطفال وحتى البدافلية كل هذه الأخلاقيات تبعية بنسبة لهم في حياتهم أما فيما يتعلق بمتدينين فهم يتعرضون إلى التنكيل والمعاقبات وطبعا هم يريدون الحياة بهذه الطريقة ولا أحد يتدخل في الحياة الشخصية ولكن بود أن أقول لهم طبعا هناك المخططات الدينية المهمة وهي تشمل الحقائق لأن العالة هي الاتحاد ما بين المرأة بين السيد والسيدة فكل هذه المخططات تتعرض إلى النفاق ومثلا الكنيسة الإنجليزية البريطانية تريد تحريف مختلفة المقررات الدينية المتعلقة بربنا ملايين الناس في الغرب يفهمون كل هذا أنهم في طريق الكارثة والهاوية النخب يتعرضون إلى الجنون وهذا الجنون مستعصي الشفاء فطبعا هذه هي مشاكلهم يجب علينا الدفاع عن أطفالنا في كل هذه الظرفية من التقهقر في الثقافة